بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بيكو على قناة صحبة الكروشي معيكو سلوى الفحام بي سعيدني وشارفني دايما متابعيات كلية على القناة وبتمنى من ربنا التوفيق دايما في كل شيء بقدمه لكم باذن الله ان شاء الله هننفذ مع بعض النموذج بسيط وجميل جدا لشكل كريز زي ما احنا شايفين كده تقضي الحقيقات زيني بيه المطبخ عندك او ممكن تستخدميها كمداليا شكلها ضريف جدا جدا او ممكن تزيني بيها البيت عندك باي شكل تحبيه اتمنى من ربنا ان شاء الله ان الشكل كنا عجبكم انا هننفذ النموذج دوت بخيط آآ قليزة آآ كوتون جولد تقدر تشتغل باي نوعية خيط عندك يعني اي بواقع خيط عندك تقدر تشتغل بها النموذج ده تبقى جميلة جدا جدا آآ طبعا هو بياخد كمية صغيرة جدا من الخيط يعني وهنبقى محتاجين بس جزء من الفايبر عشان نحشي به الكريز دوت طيب نبدأ كده ان شاء الله ونشوف هننفذ النموذج الجميل ده ازاي? بسم الله زي ما قلت لك انا هشتغل بخيط تأليزة كوتون جولد وابقى رقم تلاتة تمام? هبدأ الاول كده واعمل عودة بداية بالشكل ده. هنبدأ الاول بواقع الشجر. طيب عودة بداية بالشكل ده كده وهنعمل عشرين سلسلة. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة هكملهم عشرين سلسلة. تمام كده عشرين سلسلة. هنبدأ نشتغل في السلسلة رقم اتنين يعني اول سلسلة دي هسيبها مش هشتغل فيها حاجة. من اول السلسلة رقم اتنين هبدأ كده واعمل غوزة منزلقة. هحاول اشتغل بشويش عشان اللي لسه جداد معنا. آآ هنشتغل في الغوزة التانية. السلسلة التانية غوزة منزلقة. يعني باسحب الخيط من سلسلة. تمام وكمان من اللفة اللي على الابرة. دي كده غوزة منزلقة. وبعدين اعمل غوزة حشو. باسحب الخيط كده هيبقى عندي لفتين على الابرة. الف الخيط وطلعه من اللفتين. دي كده غوزة حشو. وبعدين غوزة نص عمود. بلف الخيط على الابرة. واسحب الخيط كده هيبقى عندي تلات لفات. الف الخيط وطلعه من التلات لفات. وبعدين هعمل خمس اعمدة جنب بعض. في كل سلسلة عمود. فالعمود بنعمله ازاي؟ بلف الخيط على الابرة كده وبعدين اسحب الخيط هيبقى عندي تلات لفات على الابرة الف الخيط وطلعه من اول لفتين الف الخيط وطلعه من تاني لفتين ده كده اول عمود العمود ده قم اتنين العمود ده قم تلاتة العمود ده قم اربعة والعمود اقم خمسة تمام؟ طيب بعد كده هشتغل غوزة نص عمود فهبالف الخيط على الابرة واسحب الخيط هيبقى عندي تلات لفات على الابرة الف الخيط وطلعه من التلات لفات كده مع واحدة ده كده غوزة نص عمود وبعدين هعمل غوزة منزلقة بسحب الخيط من هنا وكمان من اللفة على الابرة على طول كده واقارة تاني بقى بشكل عكسي يعني السلسلة الجاية دي هعمل غوزة نص عمود بعدين اعمل خمس عمودة جنب بعض واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة بعدين هعمل غوزة نص عمود بلف الخيط على الابرة كده واسحب الخيط هيبقى عندي تلات لفات على الابرة تمام هيبقى عندي تلات لفات على الابرة ألف الخيط وطلعه من تلات لفات وبعدين الغوزة اللي جاية دي غوزة حشو بسحب الخيط كده هيبقى عندي لفتين ألف الخيط وطلعه من اللفتين واخر السلسلة هشتغل فيها غوزة منزلقة بسحب الخيط من السلسلة وكمان من اللفة على الابرة كده على طول وبعدين هبتدي اعمل سلسلة واقارة تاني الجهة التانية هلف الشغل بتاعي كده واقارة الجهة التانية اول غوزة اهي هعمل غوزة منزلقة بعديها غوزة حشو وهاخد خطة بداية معي تحت الشغل ازاي ما احنا شايفين كده عشان ايه اسبته وبعدين غوزة نص عمود شايفة ازاي وبعدين خمس اعمدة جنب بعض واحد اتنين تلاتة تلحظ ان انا وقدر الخيط معي تحت الشغل اهو تمام? تلاتة اربعة خمسة خمس اعمدة جنب بعض وبعدين هعمل غوزة نص عمود بلف الخيط على الابرة كده واعمل غوزة نص عمود وبعدين غوزة منزلقة تسحب الخيط من هنا كده وكمان من اللفة اللي على الابرة واقارة تاني اقارة تاني اللي انا عملته بشكل عكسي هعمل غوزة نص عمود بعدين خمس اعمدة جنب بعض واحد اتنين تلاتة اربعة خمس خمس اعمدة غنب بعض وبعدين هعمل غوزة نص عمود تلاتة تلاتة لفات بلات ليف الخيط وطلعوا من التلات لفات مرة واحدة وبعدين غوزة حشو وبعدين غوزة منزلقة بالشكل ده كده تمام? وهقفل في اول غوزة انا كنت عامليها بغوزة منزلقة بالشكل ده كده عشان بس اقنهي الشغل بتاعي واعمل سلسلة وهقص الخيط بتاعي هقص الخيط بتاعي على مسافة مناسبة كده واسحبه شايفة ازاي? الشكل ده كده. بقى دي كده وقت الشغل. احنا سبتنا سبتنا خيطة البداية تحت الشغل واحنا شغالين. فاضل الخيط ده بس هلضمه في قبرة كده ونجع ايه? نسبته اه في الغوز من خلف الشغل. من خلف الشغل هنا احاول ادخل الخيط ده كده بين الغوز بشكل ان هو ما يبانش من الجهة التانية. وفي ناس الوقت يتثبت معايا. شايفة ازاي? ما نشدش قوي. هنا كده. بين الغوز كده. تمام? هقص بقى الزيادة. يبقى كده وقت الشغل بتاعتنا بقت بالشكل ده. شايفين اقدق شكلها جميل? تمام? طيب. نكمل. برضو باللون الاخضر. هحتاج بقى اعمل الفاع الصغية دوت. فهجيب الخيط بتاعي الاخضر برضو. وبعدين هعمل عقدة بداية. هسيب بس جزء كده. وبعدين اعمل عقدة بداية بالشكل ده. يعني في الاول هتسيب جزء صغير كده من الخيط. تمام? وبعدين هعمل اه حوالي اه تمنتاشر او خمستاشر سلسلة. يعني ممكن نعمل خمستاشر سلسلة. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة حداشر اتناشر تلتاشر اربعتاشر خمستاشر. خمستاشر سلسلة. هجيب بقى السجوز اللي احنا اشتغلناه ده كده. شايف ازاي? تمام? وبعدين هنا عايز اقضمه هنا كده في وقت الشجر دي. هنا هو كده في المنتصف. وابتدي اسحب الخيط ده كده. من هنا وكمان من هنا كده. وبعدين هلف الشغل بتاعي. شايف ازاي? واعمل برضو خمستاشر سلسلة. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة حداشر اتناشر تلتاشر اربعتاشر خمستاشر. وهعمل سلسلة. واقص الخيط بتاعي على المسافة برضو مناسبة شوية. يعني اسيب جزء كده من الخيط. بعدين اسحب الخيط كده. كده يبقى احنا عملنا ورقة الشجر. والفراعين اللي هيتثبت فيهم ايه? الفراعين اللي هيتثبت فيهم الكريز بتاعنا. تمام? كده فاضل ان احنا نعمل الحبات الكريز وهنشوف ان شاء الله هنعملها زي. بسم الله. هنا باللون الاحمر او يعني لون يكون لون الكريز يعني نبيتي احمر زي ما تحبي. هنبدأ الاول ونعمل آآ داية السحرية بالشكل ده كده. هسحب اللفة دي كده. واعمل سلسلة. تمام? وبعدين جوة داية هشتغل ست غرس حشو. جوة داية هشتغل ست غرس حشو. غرس حشو زي ما اتفقت معاكم. عندي لفتين على الابة. بلد في الخيط وطلعوا من اللفتين. دي كده اول غرزة حشو. ممكن عشان ما نتلغبطش ممكن نعلمها. عشان احنا مش نقفل كل سطح هنشوف ازاي. دي كده اول غرزة حشو علمناها. واحد اتنين. تلاتة. اربعة. خمسة. ست غرس حشو. تمام? هقفل بقى الطرف ده كده. بس اخذ ده طويل شوية. تمام? شدينا الطرف الصغير. انا مش هقفل بقى السطح زي ما قلت لك انا هبدأ شغل على طول بدون ما اقفل كل سطر. بدون ما اقفل كل سطر. فهبدأ السطر التاني على طول هبدأه من الغرزة دي انا معلمها دي اللي هي اول غرزة. فهاشيل العلامة. هبدأ واشتغل في كل غرزة حشو هعمل اتنين غرزة حشو. فدي كده اول غرزة اهيه. بدخل كده بالقبرة بتاعتي هنا. وهاخد خط البداية معيه تحت الشغل برضه عشان نسبته. اعمل اتنين حشو. واحد. وفي نفس المكان. كمان غرزة حشو. اتنين. وهعلم اول غرزة مهم جدا لان انا زي ما قلت لك مش بقفل كل سطر. اه دي كده ايه? اول غرزة اهيه. اول غرزة اهيه. واحد اتنين. الغرزة هبقضوا بعمل اتنين حشو وباخد الخد معيه تحت الشغل. كده تلاتة. اربعة. خمسة. ستة. سبعة. تمانية. تسعة. عشرة. حداشرة اتناشرة. اتناشرة غرزة حشو. عشان كنا بدقين بستة غرزة حشو. عملنا كزيك في كل غرزة. فبقوا اتناشرة غرزة حشو. زي ما احنا شايفين كده. تمام? الخد ده كده تثبت معي. ممكن اقص الزيادة. عشان اول باول آآ يعني شغلنا يكون مزبوط. مفوش خيوط زيادة ولا حاجة. تثبتنا معنا. تمام كده. يبقى احنا كده اشتغلنا السطر الاول ست غرزة حشو. السطر التاني عملنا تزايد في اتناشرة غرزة حشو. طيب. السطر بقى تلاتة. يعني آآ من سطر رقم تلاتة. لغاية السطر رقم تمانية. هنشتغل غرزة حشو فوق كل غرزة حشو بدون اي تزايد. يعني بالضبط هشتغل ست سطور غرزة حشو. تعاوني نبدأ كده نشتغل السطر التالت سوا. بشيل العلامة بتاعتنا اللي بتحدد لي اول غرزة في السطر اهي. وابدأ اشتغل ادي اول غرزة اهي. اشتغل فوقيها غرزة حشو. واعلمها طبعا مهم جدا. وكل غرزة حشو هشتغل فوقيها غرزة حشو. بمعنى ان كل سطر هيفضل معي عدد الغرز كم غرزة يا جماعة? اتناشر غرزة حشو. خلاص مش هعمل تزايد والتاني. كل سطر هيفضل معي العدد سابت اتناشر غرزة حشو. فده كده السطر رقم تلاتة هنشتغله سوا. فوق كل غرزة حشو غرزة حشو اهو. واخر غرزة اهي معي. طبعا هنلاحز ان الشكل هتدي يتقوص فانا هتزبطه كده بحيث ايه يتقوص للخارج? بالشكل ده كده. تمام? طيب بقى ده كده السطر رقم تلاتة. وصلت هنا لأول غرزة هشيل العلامة وابدأ السطر رقم اربعة. برضو فوق كل غرزة حشو غرزة حشو بدون اي تزايد. وزي ما قلت لك هنشتغل ست سطور بالشكل ده. فانا هعمل ست سطور لغاية يعني ما وصل للسطر رقم تمانية. والنرجع نكمل سوا ان شاء الله. تمام كده اشتغلت ست غرزة حشو هعمل ايه دلوقتي? هنشيل خلاص العلامة ديت. وهعمل هنا بس كده. فاول غرزة غرزة منزلقة. وبعدين هعمل سلسلة. واقص الخط بتاعي بس هسيب مسافة كده شوية عشان ايه? اقفل على غرز بتاعتنا. وبعدين اشد الخط ده كده. هلضمه. شايفين الشكل بقى عامل ازاي? تمام? هلضم الخط ده في الابرة. هتدي بقى كده ادخل ايه بالابرة كده في كل الغرز شايفة ازاي? بس مش هشدها ولا حاجة انا بس ايه هجهز نفسي ان انا اشدها واقفل الشغل بتاعي. كده هنا. هنا. بتحت اللفتين كده. بكل الغاز. هنا. بغاية ما اوصل لاول لاول الغاز اللي احنا ايه? بدأنا منها. بس قبل بقى مش هشد الخط دوت هتدي بس تقحشيها بالفايبر. جزء صغير كده. ابدأ بجزء صغير كده. ممكن هنا. بحشهاش قويان عشان ما يبقى الشكل لها ايه? مش حلو. كمان جزء صغير كده. تمام كده. وبعدين هبتدي بقى شد الخيط بتاعنا ده. عشان اقفل على الغاز بتاعتي. الشكل ده كده شايفة ازاي? يعني ما تحشيهاش قوي عشان يبقى شكلها ضغير. خلاص احنا كده اقفلنا هنا. تمام? ممكن بس اعمل غوزة تسبيت كده. هنا كمان. وبعدين هبتدي ادخل الابرة كده واطلعه من الجهة التانية هنا بالشكل ده كده. تمام? واخلي الخيط ده كده هقولك هنعمل في ايه? احنا كده مبدئين خلصنا ايه? الكريز ده بتاعتنا. عايزة بقى اشبكها هنا في وقت الشجر. فهاجي هنا برضو هلضم دي كده في الابرة الجزء ده. تمام كده? انا لضمت الخيط اللون الاخضر. وهدخل برضو من هنا كده واطلع من نفس ايه المكان في الجهة التانية كده. شايفة ازاي? خلاص انا عندي كده الخيط الاحمر والخيط الاخضر. هتأكد بس ان هنا كده افاع الشجر مزبوط. هتدي قلدوا مناختين دول ببعض. قلدوا مناختين دول كده ببعض. كويس جدا عشان يتثبتوا. وهاقص الزيادة. ببعضوا بالمقاصة كده بشكل بسيط احاول ادخلهم ايه? كده. عشان ما يبقى نوش. بالشكل ده كده. تمام? فهي كده تثبت كويس. وفرع الشجر اهوت. تمام? وبقت كده كريزة متثبتها في وقت الشجر بشكل جميل جدا. شايفة ازاي? وهنعمل الكريزة تانية بنفس الطريقة. الكريزة تانية بنفس الطريقة برضو هنثبتها كده. تمام? وهنقفل عليها من تحت ونوبطها كويس وندخلها بين الغرز. وهيبقى شكلها كده في النهاية. شكلها بسيط وجميل اتمنى ان بدربنا ان شاء الله هكون عجباكو. يكون شكلها جميل. تقضي زي مقطيك تزيني بيها حاجات كتير جدا جدا. هيبقى شكلها مميز وجميل جدا. آآ ده كان الفيديو النهاردة. آآ اشكركم ونتقابل ان شاء الله دايما على خير في فيديوهات جاية كتير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.